أعطونا المليار أخذوا الناس حين على هذه القاعدة يتوقع أن تناقش جلسة الأربعاء الهبة الأوروبية للتوسع بالبحث حول كيفية إعادة السوريين إلى بلدهم والخروج بتوصيات عن مجلس النواب ولكن هل تخلص الجلسة المنتظرة إلى نتيجة ملموسة على صعيد الوجود السوري في لبنان نهار الأربعة نحن نرى جلسة بيجتمع النواب وبتناقش ويمكن الناس يعطوا على بعض ويطلعوا توصيات لكن في اليوم التالي ماذا سيحصل هل تكون هناك عزيمة عند الدولة اللبنانية لتطبيق الأوانية فيما يتعلق بالنزوه كيف سيترجم هذا الدعم للأجهزة الأمنية يجب عدم إطلاق التفائل الكامل باعتبار أننا نتحدث عن علاقات دولية لا يستطيع لبنان أنه يأخذ هالماء المبلغ ويحطه بالخزينة العامة ويقول أنه أنا وكأنه شائعا لم يكن يعني في اليوم التالي سنقرأ أو نشاهد بأنه في باخرة أو قواء قارب أو زورق حمل نازحين يعني يتسربون في تجاه أوروبا وكأنه شائعا لم يكن لن يحصل ذلك ومن المتوقع أن يكون رئيس الحكومة نجم ميقاتي نجم الجلسة بعد أن تبرأت جميع الأطراف من الهبة الأوروبية فحتى رئيس المجلس تبيه بري كشفا أنها لم تناقش معه لا من قريب ولا من بعيد فهل ترك ميقاتي وحيدا؟ ما يقال عن الرئيس بري بأنه لا علم له بهذا الموضوع طيب ما هو اللي رجع اجتمعوا معه يعني رئيس المفوضي الأوروبي ورئيس الأبرسي كانوا كامن بزيارة شو حكوا معه لرئيس بري حدا بيخبرنا ما حضر الجلسة شو صار أنا باعتقاد وأنا أشك بأنه رئيس بري لا يعلم على ماذا يحصل فيما يتعلق بهذا لكن هذا الموضوع أصبح ورانا أنا باعتقادي لتفادي الحرش خصوصا الطريقة التي عرضها الرئيس ميقاتي تبين وكأن لبنان انتهت مشكلة النزوع عنده من خلال المليار ربما هذه هي عملية الإخراج كانت غير موفقة الرئيس ميقاتي لم يترك والرئيس بري يمكن ميرس موني على الرئيس ميقاتي عندما قال هذا الكلام أنه لا يعلم لكن هم يعرفوا كلهم يعرفوا الأمور فماذا سيحصل إذن بعد الجلسة؟ يبقى هذا السؤال الأسسي مطروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر